إلى ذلك بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنية للرئيس عبدالفتاح أسيسي لمناسبة حلول الذكرى الحادية عشر للثورة الخامس والعشرين من يناير في برقيته قال مدبولي إنه ينتهز المناسبة ليذكروا وبكل فخر واعتزاز الجهود المخلصة التي يبدلها الرئيس عبدالفتاح أسيسي في دفع عجلة التنمية والبناء لتجهد مصرنا الغالية نهضة تنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات معربا عن أمله في أن يعيد الله هذه المناسبة على الرئيس عبدالفتاح أسيسي بموفور صحة ودوام التوفيق وعلى شعب مصر الكريم بالتقدم والرقي والازدهار كما بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ببرقية تهنية إلى وزير الداخلية محمود توفيق لمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة في برقيته أعرب مدبولي عن سعادته بإرسال أخلص التهاني وأصدق التمنيات إلى وزير الداخلية وهيئة الشرطة من ضباط وجنود بهذه المناسبة التاريخية المهمة مضيفا أن تلك المناسبة ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني من أجل الحفاظ على أمن الوطني واستقراره ترجمة نانسي قنقر